للوقوف أكثر على سيطرة إيران على الحدود السورية الإيرانية على الحدود السورية أيضا واستغلال نفوذها في تهريب السلاح لأذرعها في سوريا والعراق ينظم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري الأستاذ أديب العليوي أستاذ أديب بداية مرحبا بك المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له أكد استغلال إيران تدفق السلع الغذائية لتهريب السلاح لميليشياتها ما الذي يدفع إيران لهذه الوسائل وهي يعني تسيطر من خلال أذرعها على الحدود مساء الخير تحية لكم وتحية للمشاهدين يعني حقيقة ما توصل إليه المرصد وغيره من التقارير التي طلعنا على خصم كبير منها هو الجزء والنذر اليسير من ما يحصل الحقيقة المؤسف هو أن العراق أصبح ممر عبور للمقاتلين للميليشيات الإيرانية إضافة إلى ذلك أصبح ممر عبور للأسلحة التي يتم تهريبها باتجاه سوريا ومنها يعني إلى لبنان أيضا عبرة يعني الأنبار وعبرة يعني معافة الأنبار بشكل دقيق دعني أؤكد على نقطة أن الحقيقة إيران بعد سيطرها الكاملة على العراق تحاول السيطرة الكاملة على سوريا لكن الآن هي هناك معابر يعني عديدة تستخدمها معابر غير يعني ليست معابر نظامية هي معابر فقط للميليشيات الإيرانية والميليشيات التي تسيطر عليها إيران هذه المعابر تستخدمها في تهريب الشاحنات والشاحنات المدنية بشكل خاص والآن أصبحت يعني يعني تم تأجير مستودعات أيضا مدنية في باديت التبني وغيرها بين الميليشيات وبين البوكمال هذه المستودعات المدنية تقوم بتخزين الصواريخ وأصبحت مستودعات حقيقة لحزب الله العراقي وغيره من الميليشيات الإيرانية يعني دعني أؤكد عن النقطة أن السيطرة الحدودية الآن على مسافة 600 كم بين الحدود العراقية السورية هي تحت السيطرة الإيرانية أو الميليشيات الإيرانية من الجانبين إن كان من الجانب السوري وإن كان من الجانب العراقي يعني بمعنى آخر الحج الشيعي الذي يشترك مع الجيش العراقي ومع حرس الحدود العراقي هو يتعامل مع الميليشيات الإيرانية وهو يسهل تهريب الأزعاء يعني المعابر الغير نظامية ولذلك أنا أقول يعني الحج الشيعي هو جزء لا يتجزأ من الميليشيات الإيرانية وأعتقد أن هذا الملف معقد لا يستطيع حتى رئيس الوزراء العراقي الكاظمي التدخل به لأنه يمكن أن يتم الإطلاحة بالكاظمي إذا ما تدخل في هذا الملف بشكل تقيق أستاذ أديب يعني هناك سلع غذائية تتدفق عبر الحدود الإيرانية عبر العراق طبعا لسوريا إذن يعني النظام يدعي أن هذه السلع الغذائية طبعا هي لإعانة الشعب السوري الذي أرهقه الجوع والفقر كيف تنظر أستاذ أديب إلى موقف النظام من عمليات التهريب تهريب المقاتلين تهريب الأسلحة هل هي بتنسيق مع النظام السوري أم أن النظام أصبح لا يسيطر على حدوده يا سيد الكريم أولا النظام لا يسيطر لا على الحدود ولا على البر ولا على البحر ولا على الجو القرار العسكري في سوريا الحقيقة هو رقم واحد للاحتلال الروسي ورقم اثنين للاحتلال إيراني هناك انقسام في جيش النظام بين الولاءات بالنسبة للاحتلال الروسي واللاحتلال إيراني أما فيما يخص السلع الغذائية التي يدعي النظام النظام الذي يخشى على أبنائهم من الجوع لا يقصفهم بالكيماوي وبالتالي أنا أقول هذه السلع الغذائية التي يدعي النظام بأنها تدخل إلى السلع هي الحقيقة السلع من الأعلى الغذائية ولكن هي في الحقيقة يعني هي عبارة عن خدعة لتهريب الأسلحة والذخائر والصواريخ المتوسطة المدى التي وصلت منذ أيام إلى حزب الله العراقي الموجودة في مناطق محيط البوكمان وبالتالي أنا أقول هذه السلع الغذائية هي عبارة عن خدعة ليتم تهريب من خلالها بسيارات الخضار وسيارات المواد الغذائية يتم تهريب الصواريخ والذخائر إلى الميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة وحتى إذا ما كان هناك إلى الحدود حتى الحدود يعني مع فلسطين محتنة نعم أستاذ أديب على الطرف الآخر من حدوده يعني من حدود سوريا قصف النظام السوري مدينة كليس التركية كيف تقرأ تداعيات هذا القصف وخاصة أن الرئيس التركي يعني صرح وتوعد اليوم بالرد نعم يعني ما قام به حقيقة نظام من قصف على مدينة كليس على نقاط أخرى منذ أيامه ويحاول أن يخلط الأوراق الحقيقة هناك الآن بوادر لحل سياسي وهذا ما طرح به الرئيس بايدن وغيره وحقيقة هذا لا يروق للنظام أن يكون هناك حلول سياسية في المنطقة النظام يحاول خلط الأوراق بالقصف على كليس وعلى غيرها من المناطق يعني فقط من أجل خلط الأوراق ولكن النظام الحقيقة لا يملك سوى الأذى لا يستطيع أن يدافع النفسي ولا يستطيع أن يقوم بأي شيء آخر سوى أن يحاول خلط الأوراق بما استطاع وبالتالي هذا القصف أعتقد أنه ليس أكثر من محاولة إذا أعزعت الأمن في المنطقة ومحاولة خلط الأوراق شكرا جزيلا لك من الريحانية الخبيرة العسكري السوري الأستاذ أديب العلاوي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك